السلام عليكم ورحمة الله لو لاحظت ان اداء مكيف سيارتك اصبح اضعف من الاول فالحقيقة ان المشكلة دي لها اكتر من سرد لكن في نفس الوقت في اكتر من حال مجاني تقدر تعملهم بنفسك الحلول دي من شأنها انها ترجع مكيف السيارة لسابق قوته وسابق عهده وده انا هشرحولك في الفيديو ده لكن قبل ما ابدأ شرح وبعيد تماما عن موضوع الفيديو ولان انا من الناس اللي بيحب يعترف بمساعدة الاخرين لهم علنا فانا احبب اوجه شكر للاستاذ محمد الصوي لان الراجل ده يا جماعة مشكورا بدأ يترجم لي اغلب الفيديوهات اللي موجودة على القناة لللغة الانجليزية مشكورا ومتطوعا مع الان ان ترجمت الفيديوهات ده موضوع ممل ومرهق انا عارف كده فكان نازم ان انا اقدم له الشكر ده لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا على اللافتة الطيبة دي انتنقل بقى الموضوع الفيديو وابدأ اشرح لك ازاي التعامل مع مشكلة اتضعف المكيف سياتك خطوة بخطوة وبقى اقل تكلفة العربية دي المكيف بتاعها شغال لكنه ضعيف اول حاجة بتعملها في الحالة دي هو انك بتطلع فلتر المكيف وتشوفه لو محتاج تغيير بتغيره لان ده اول الاسباب البسيطة لضعف المكيف تاني خطوة بتروح للسرابنتينا او الريداتير حق المكيف وتنفقها بالهوى المضغوط كخطوة اولى تنظفها من التراب وبعد كده بتخسلها بالموية العادية كويس جدا من كل الاجناب لو استمرت المشكلة بتفحص السير بتاع المكيف وتشوفه مشدود كويس ولا لا لو استمرت المشكلة بتجيب مية وصابون وتبدأ ترش على كل اجزاء الدورة سواء كانت مواسير معدن او خرطين في كل الاماكن وترش على السرابنتينا الامامية من كل اتجاه وتشوف هل في اثار تهريب بتظهر في صورة فقوقيع ولا لا لو مفيش اثار فقوقيع ومشكلة ضعف المكيف مستمرة يبقى كده تلقائيا بتفحص ضغط الفريون داخل الدورة او بمعنى اصح بتشوف الفريون محتاج يتزود ولا لا خطوة اولى بتوسع لنفسك حوالين بلف شحن المكيف علشان تعرف تشتغل براحتك هتلاقي عندك بلف الضغط العالي وده بيكون مكتوب عليه حرف اتش وبلف الضغط الواط وده بيكون مكتوب عليه حرف ال لو الغطيان بتاعتهم ضايعة هتلاقي ان بلف الضغط العالي تخين شوية لكن بلف الضغط الواطي هتلاقيه اقل منه في المقاس كل اللي هتحتاجه عداد شحن الفريون زي ده وده متوفه في محلات التبريد والتكييف خطوة اولى بنوصل صمام الشحن الازرق بتاع الضغط المنخفض مع الخرطوم الازرق بتاع العداد ونتأكد ان الجلدة الداخلية بتاعته سليمة ومش متقطعة وبيتربط بقوة الايد فقط لغير وبتتأكد ان المحبس بتاع العداد الازرق مقفول مع عقرب الساعة بشكل كويس جدا قبل تركيب صمام الشحن بتتأكد ان الابر الداخلية في دورة الفريون سليمة عن طريق انك بترش على الابرتين بتوع الضغط العالي والمنخفض مية بصابون وبعد كده تركز وتشوف هل بيظهر فقوقيع منهم ولا لا لو تمام بعدها بنتنقل الخطوة التانية بنفخهم الاول بالهوى المضغوط عشان نشيل قصر المية بصابون قبل من نركب صمام الشحن على الضغط المنخفض وبنشتغل على بال في الضغط المنخفض بعد كده بنجيب صمام الشحن المنخفض ونلفه عكس عقرب الساعة علشان اللسان الداخلي بتاعه يطلع لفوق خالص قبل التركيب بعد كده بنشد سستة منه ويضغط بس كده ركب معك خلاص وتتأكد انه ركب في مكانه باحكامه تتأكد للمرة التانية ان عداد الضغط المنخفض المحبس بتاعه مقفول باحكامه بمجرد ما تلف محبس مامه الضغط المنخفض مع عقرب الساعة هتلاحظ على طول ان العداد اخد اراية وسجل وطبعا دي اراية اعلى من العاد لان العربية مبطلة بعد كده بنشغل العربية بنشغل المكيف واخلال دقيقة العدادات بتاخد الارايات الحقيقية لها هنا الارايات اللي طلع في عداد الضغط المنخفض اقل من العادي وده معناه ان العربية محتاجة تزود فريون وبنجيب قلبة فريون 134 نص كيلو بتكون كفاية جدا انت مش محتاج اكتر من نص كيلو بتشيل الغطة بتاعها وبتجيب ابرة شحن زي اللي في ايدي دي وبتركب الصمولة بس على الفتحة بتاعة قلبة الفريون وبتشد عليها بالزرادية بس حاجات خفيفة حاجات بسيطة خالص وبتجيب طرف الخرطوم الاسفر وبتتأكد ان الجل الداخلية بتاعته سليمة مش بتقطع ولا حاجة وبتركب فيها الجزء التاني بتاع ابرة الشحن وتربطه برضو بقوة ايدك يعني انت مش محتاج حاجة اكتر من قوة ايدك في الربط ركز معي بقى في طريقة التوصيل عشان هي محتاجة خفة شوية انت بتوصل الطرفين ببعض عادي جدا وتبدأ تلف العلبة على الالوز بتاع الابرة وتمشي ايدك بالراحة اول ما تسمع صوت تنفيس او فس بتروح جاي لف العلبة بسرعة جديدة جدا زي ما انت شفت كده الموضوع سهل وبسيط مفهوش اي صعوبة كده لازم نخلي بالنا ان الخرطوم الاصفر ده محبوس جوا منه هوا ماينفعش يخش للدورة بنطلعه ازاي بنيجي على البقرة بتاعته من فوقه بقوة اليد بنفتح لمدة ثانية واحدة بس وبعد كده مراجيين افلين تاني بحيث ان احنا نصرب الهوا اللي محبوس جواه نفس الموضوع بالزبط بنعمله مع الخرطوم الازرق علشان لو فيه هوا محبوس نفك لمدة ثانية واحدة بس نسمح صوت التنفيذ واحدين افلين بسرعة تاني كده خلصنا الهوا من الضوء بعد كده بنفتح المحبس عكس عقارب الساعة لمدة حوالي عشرين ثانية تقريبا عشان نسمح للفريور ان يدخل وبعد كده بنشغل العربية وخلال دقيقة تقريبا هتلاقي ان عداد الضغط المنخفض المؤشر بتاعه بدأ ينزل ويوصل للمستوى القياسي بتاعه اللي هو عند تلاتين بس اي عند النقطة دي بتراجي قافل المحبس بتاع العداد وتصبر على العربية حوالي دقيقة او دقيقتين لو لقيت ان المؤشر سبت على كده ومفيش حركة او نزل لحد سبعة وعشرين حد اقصى كده كل حاجة معك تمام لقيته لسه بيرجع تاني بيتغير من مكانه بتفتح له تاني برضو حوالي عشرين او تلاتين ثانية المهم في الاخر انه يكون معك ما بين سبعة وعشرين وتلاتين بيئ السعود وهنا دورة الفريون بعد ضغط فيها مثالي وبنقفل محبس الفريون باحكام كامل وبعد كده بنروح على علبة الفريون ونفكها بنفس الطريقة اللي احنا ربطناها بيها وبنلف الصماء معكس عقرب الساعة علشان الابرة تطلع لفوق وبعد كده بمنتهى السهولة بنعمل سستة ونشيله في اسباب تانية خبيصة لضعف مكيف السيارة وفي حالات تانية معينة هتقابلك وانت بتعمل تتابع لمشكلة ضعف ومكيف سيارتك وفي تفاصيل تانية انا ما قلتهاش كل ده انا اكتبه تحت الفيديو ده على اليوتيوب في شرح تفصيلي مهم انك تطلع على الشرح ده علشان يكمل كل المعلومات اللي موجودة في الفيديو هتمنى تكون المعلومات اللي في الفيديو ده مفيدة وهتنفع الناس وهتساهم في حل مشكلة ضعف ومكيف السيارة وانت من عندك ساهم في ان انت تنشر المعلومات اللي موجودة في الفيديو ده ولو مهتم انك تتابع كل الفيديوهات اللي نهار في الفترة اللي جاية باذن الله بعد ما تضغط على زر اشتراك في القناة فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس علشان يجيلك اشعار بمجرد منازل الفيديو بكده اكون وصلت الناية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي باذن الله